فوجئ منتظر وصول القطار في إحدى محطات السكك الحديدية في ضواحي سيدني بوجود حصان معهم على الرصيف على ما أفاد مسؤولو النقل المحليون فقد دخل حصان السباق إلى المحطة الأسترالية بمفرده ورح يتجول على طول رصيف الانتظار وفق المشاهد الغريبة التي أظهرتها كاميرات المراقبة وأوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحصان هرب من استبلات قريبة وبعد تنزوه على الرصيف لنحو 17 دقيقة صعد في نهاية المطاف ولكن ليس إلى القطار بل إلى مقطورة خاصة بعدما حضر صاحبه إلى المكان